السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كده حاجة عايزة علاقة عليها من وحي مباراة الزمالة كان بارح ومن وحي مباراة الزمالة كوبرامة زمالة. تحسوا ان في شيء من الغزل موجود دلوقتي بين جماهير الزمالة وما بين عبدالله السعيد اللي بالمناسبة مراحش لها في الزمالة وما شاركش معاه في قلماتش ولكن في شيء من الغزل العفيف اللي ما بين جماهير النادي وما بين اللاعب. لمجرد ان اللاعب فقط ان الوقات ابدى رغبة انه يروح الزمالة. وبعد كده لأسباب تتعلق به او تتعلق بموقفه مع النادي الاهلي. تراجع عن التعاقد مع النادي وما كملش مشواره الذي لم يعني يكون له نصيب من الحدوث مع الزمالة. ورغم من ده تشعر وان جمهور الزمالة بيتعمل مع عبدالله السعيدة اللي واحد من امناء النادي. في الوقت اللي النحية التانية عندنا في موقف قوي جدا متخذ من قبل ادارة النادي وجمهور النادي اتجاه اسطورة الفريق السابقة. هناء حمزة ونجلاتها مريم مصطفى بعد ما اتمت تعاقدها مع نادي الزمالة. وطبعا يعني زي ما احنا عارفين اي حادثة اللي حصل. بين ان فيش ابن الغزل طبعا من جمهور الزمالة وعبدالله السعيد. لان عبدالله السعيد بس ابدا رغبة في انه يترك النادي اتجاه. بينما يدرك او تدرك سواء هناء حمزة او نجلاتها ان ملهمش راجعة تاني النادي اتجاه. بل ان هناء حمزة وهي نائبة الرئيس الاتحاد المصري للكرة طائرة لا تقترب من فكرة ان تلتقي مع مجلس قدرت النادي اهي في اي موقف. وربما خوفا ايضا من ان تلتقي مع جمهور النادي اهي برضو في اي موقف. شوفوا في اي حاجة مهمة جدا لازم الناس تبقى فهمها. مش معنى ان النادي اهي بيكسب ان مريم مصطفى غلطتها في ان هي فكرت انها تروح الزمالك. هي او اي واحدة من الخمسة الاخر الاخريات اللي راحوا نادي الزمالك منتقيات من النادي اهي. موضوع مش كده خاصة. الموضوع ببساطة. اه ويفوز بالمناسبة اه يعني اما جي عبدالله سايد سابق الاهي وراح براملز وكسب وحط جون. ده مش معنى ان عبدالله سايد كان صح. ولا معنى ان النادي الاهي كان خطأ. او على خطأ. لكن في نقطة مهمة. اما فيه واحد يسيب مكان افضل شيء يعمله انه يسيبه بشكل كويس. لكن انك انت بعد التعاقد تفكر انك تترك الفريق. دي حاجة. حاجة التانية. تستعين بمسؤول كبير. الا بالمناسبة الوالدة. في ان هي تؤثر على اه تعاقدات النادي. هذه اتنين. نمرة تلاتة. لا يوجد اي نظر لفكرة القيمة او التاريخ للام او للابنة مع النادي. وكأن كل الماضي ده ما كانش ليه لازمة ولا كان ليق اي قيمة. طبعا ده برضو بيتحطي في الحساب. فما فعلته هناء ونجلتها هو اللعيب. ان هما حاولوا ان هما يتبرقوا من التعاقد ان هما يعملوا شوية قرارات في الاتحاد المصر الكوريتارة من شأنه من يدور النادي. يشهروا بالنادي ويدعوا التزوير على مسؤوليه. طبعا كل دي اشياء تؤكد انه او توضح سبب او سر غضب جمهوري الاهل والادارة من هناء وبنتها. لكن فكرة انتقال في حد ذاتها مش هي المشكلة. وحتى بعض الانتقال مفروض ان اللاعب اللي بيشارك فيه الفريق المنافس عليه انه يكون على اقل تقدير انه يكون بيحترم تاريخ هو شخصيا في النادي المنافس. مش يبقى مستفز للمنافس او يحاول انه يتعامل معاه بكراهية او يتعامل معاه بقلة احترام. منظر لعبات الزمالك المرة تقريبا التالتة او التانية ما بيسلموش على لعبات الاهلي. انا مش هامليه السبب. انتم مش في موضع مقارنة مع لعبات الاهلي. اطلاقا. سواء كانوا قدام او الجداد. فريق الزمالك فريق ضعيف في الكرة طائرة تاريخيا على مستوى السيدات. فانتم مش موضع منافسة ما كنتوش بتنفسه الاهلي في السنوات السابقة. وما افتكرش الزمالك من امتى يمكن من ايام كابتا النعمات عبد المنعم ما بينفسوش الاهلي. فان الزمالك دواتي منافسه ويتعمل الند بالند مع الاهلي دي املة كبيرة جدا. على فريق السيدات في الكرة الطائرة عليهم من هما يقدروها. لكن قبل كده ما كانش في اي داعي للزعل او اي داعي للخصام او اي داعي الديء من النادي الاهلي او من لعبات النادي الاهلي اللي يخليكم انتم ما تسلموش على لعبات الاهلي. فا اه اذا كان فيه عداء فيه العاب اخرى ماشي مش مشكلة لكن العاب ما كانش فيها عداء قبل كده يبقى فيه ظهور بوادر العداء دي الحاجة اللي ممكن تضايقني انا على المستشف. نادي الاهي كان بينفس كان بينفس الشمس كان بينفس كان بينفس الصيد فيه العاب الطائرة على المستشف السيدات ولكن ما كانش الزمالك من ضمن المنافسين وحتى في يوم الاهلي اما الزمالك كان بينفس كان من زمن طويل جدا. في كل الاحوال سيكولوجية جمهور الزمالك مقارنة بسيكولوجية جمهور الاهلي بتكشف اه او بتكشفها تصرفات جمهور الزمالك اتجاه عبدالله السعيد الذي لم يلعب مطلقا مع الزمالك ولكن مجرد انه فكر في الانتقال الى الاهلي او فكر في الانتقال الى الزمالك وترك الاهلي بتوضح لك ليه جمهور الزمالك بعمل كده. بينما الناحية تانية سيكولوجيا الجمهور الاهل الذي لا يقبل ان يوضع نادي في اي مقارنة مع اي نادي اخر ولو كانت زمالك برضو بتوضح لك قد ايه او الى اي حد اصبحت هناء حمزة مبعدة من قلب جماهل النادي الاهل وربما ما هو اكثر من ذلك ربما لا يقترب احد من عائلة هناء حمزة مرة اخرى من النادي الاهل نتيجة لهذه الحادثة غير المشرفة. تاني مبروك النادي الاهل صلابط العقيدة التشجيعية صلابط العقيدة التنافسية بتؤكد دائما او بتبرهن دائما على دوام التفوق النادي الاهل وربما كانت الحوادث المتعاقبة تؤكد ذلك خلال السنوات السابقة ربما من سنة الف وتسعمائة وسبعة حد اخر. الف شك حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.